السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء الخامس من الفاصل الخامس سنواصل حديث عن الخواص الميكانيكي للسيراميك ماتيريال وفي هذه الحالة سنتكلم عن الميكانيكي البروبرتز اف سيليكتيد ادبانسي تسيراميك ماتيريال او المواد المتقدمة من السيراميك ماتيريال الجزء الذي امامنا يوضح الماتيريال الدينيستي تنصع السترانس فريكتشار سترانس كومبريسيف سترانس يانجس موديلس اند فريكتشار طافنس طبعا كل هذه السترانس التي تحدثنا عنها كلها بالبيئة السائي طيب مثلا والمواد المستغلالة التي امامنا هي الالومينوم اوكسايد سيلكون اوكسايد سيلكون نايترايد سيلكون نايترايد سالون زاركون اوكسايد وزاركون اوكسايد طبعا احنا قلنا زاركون اوكسايد زاركون اوكسايد لكن هناك اختلاف في المعالجة التي تمت له وايضا هناك اختلاف ما بين سيلكون نايترايد هذا محضر بطريقة الرياكشن بوندي وهذا محضر بطريقة الهوت ريست مثلا على سبيل المسال الالومينوم اوكسايد دينستي تلاتة تمانية وتسعين من مية جرام على سنتيمتر المكعب تنصال السرنس تلاتين الف بيساي فلكتر سرنس تمانين الف كومبريسيف سرنس روبا ميت الف بيساي ينجس موديلس ستة وخمسين فعشة ستة وفلكتر طافنس خمسة الاف سيلكون كاربايد سنترد ده تلاتة واحد من عشر دينستي تنصال السرنس خمسة وعشين الف فلكتر سرنس تمانين الف وكومبريسيف سرنس خمسة وخمسة الاف وسبتمية وينجس موديلس ستين في عشرة وسستة وفلكتر طافنس أربعة الاف طيب لو احنا ملاحظين في هذا الجدول في الحقيقة نبص اللي احنا على الرغم ان احنا عندنا كل هذه النوعات من السترنس الا اننا لا يوجد لدينا أولونجيشن ليه؟ لان هذه السترنس العالية في الحقيقة اللي واضحة معنا من تنصال السرنس او ينجس موديلس او كومبريسيف سرنس نلاحظ ان هذه المواد السراميكية لا يوجد بها داكتيريتي او الداكتيريتي قليلة جدا وبالتالي ليست مذكورة في هذه الخواص الميكانيكية نلاحظ ايضا انها تتحمل الكمبريشن الكمبريشن السرنس عالية جدا كما لاحظنا في السابق عندما تحدثنا عن الهاردنس فوجدنا ان الهاردنس او الصلاة دا عالية مثل هذه المواد السراميكية ترجمة نانسي قنقر